ما كان بالأمس تهديدا مباشرا أو تلميحا بين الصطور سقط اليوم على أرض الواقع فتبادل التصريحات الملتهبة والاتهامات بين أمريكا وإيران لم يجد صداه في أي مكان بالعالم كما وجد في العراق ساحة الصراع المفترضة بين طهران وواشنطن بعد يوم واحد فقط من تهديد روحان المبطن بعدم رغبة بلاده خوض مواجهة مع القوات الأمريكية في المنطقة سقطت عدة صواريخ قرب القنصلية الأمريكية في البصرة قالت عنها واشنطن حينها إنها تراقب الوضع عن كثب وتدرس سلامة رعاياها وسلامة الدبلوماسيين الأمريكيين اقتضت على ما يبدو إغلاق قنصلية واشنطن في البصرة فخرجت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نورت لتعلن إغلاق القنصلية بسبب ما قالت إنها تهديدات أمنية تطال رعاياها هناك بينما كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكثر وضوحا فاتهم النظام الإيراني وقوات الحرس الثوري بتهديد أمن وسلامة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق متوعدا برد مباشر على أي هجوم يستهدف منشآت أمريكية من قبل إيران أو أي ميليشيا مرتبطة بها يأتي هذا في وقت يخوض سليماني وماكورك صراعا ماراثونيا على تشكيل الحكومة المقبلة فكل طرف يحاول جاهدا ويجهد ضاغطا كي ينال حلفائه فرصة تشكيل الحكومة في بغداد وسط محيط أقل ما يقال عنه إنه يرقد فوق برميل من البارد وفي المنطقة تتحرك طهران عبر شبكة وكلاء إيرانية التسليح والتمويل والأيدلوجيا يقرون علنا بأنهم ينفذون ما يراه المرشد الإيراني فقصف القنصلية مثلا رأاه مراقبون رد فعل إيراني على إحراق المتظاهرين قنصليتها في البصرة غضبا من يدها العابثة في البلاد بينما يرى آخرون أن طهران وواشنطن وصلتا إلى مرحلة حبس الأنفاس مع اجتداد حالة الاختناق التي يعاني منها النظام الإيراني جراء العقوبات الأمريكية فاحتمال إيقاده النار في العراق كمهرب ومتنفس ما يزال مرجحا لا سيام وأن أقدام الأمريكيين في المنطقة تبدو زلقة أكثر من أي وقت مضى